حلقة النهاردة عن حالة بتمر على كل بيت في أطفال صغيرين وبدون أي مبلغة عنوان الموضوع ده بالنسبة لي يعني عنوان الموضوع اللي هنقوله دلوقتي بيعتبر تاني أكتر موضوع حضراتكم بتسألوني فيه بعد الموضوع اللي بيحتل المركز الأول طبعا بيجادارة وهو تغذية أطفال يبقى الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة وفي الحلقة الجاية هو التاني أكتر موضوع بيشغل حضراتكم حضراتكم بتوصفوه بطرق مختلفة وبتعبيرات مختلفة لكن الحقيقة إنه مع تعدد أشكال وصيغ الأسئلة إلا إن كلها بتصب فيه عنوان كبير وشامل وهو نوبات المزاج العصبية عند الأطفال أحياناً أنتوا تقولوا الأطفال بتسرخ بتعيط على طول مفيش حاجة بترضيها العند وهكذا نوبات المزاج العصبية وده اسمها الطبي مش بس بتكون مزعجة لحضراتكم كأم أو حضرتك كأب لكنها كمان بتكون مزعجة بنفس الدرجة وأحياناً أكتر بالنسبة للطفل لكن ولكن دي بقى أول درس عايزين نتعلمه النهاردة في الموضوع ده نوبات المزاج العصبية هي جزء طبيعي من حياة الأطفال من بعد السنة الأولى جزء طبيعي يعني طبيعي كل الأطفال بيمروا بالمرحلة دي ولما طفلك يسرخ ويدرب أو يعني يرفس كده برجله علشان عايز حاجة والحاجة دي ما حصلتش فده مش لازم يخليك تحس بالغضب أو الإحباط أو خيبة الأمل أو حتى الخوف على ضياع مجهودك مع طفلك والحقيقة أنا بوجه كلامي دلوقتي أكتر للأمهات يعني أكتر من الأباء لسببين الأول إن الأم أو الأنسة يعني بشكل عام بتكون دايما أكثر عاطفية من الأب يعني بياخدوا على خطرهم أسرع يعني عشان كده أنا بقول لكم ما تزعلوش يعني دي حاجة طبيعي والسبب الثاني إن الأمر الواقع بيوضح إنه مهما بلغت مشاركات الآباء ومجهودهم في تربية ورعاية أطفالهم في المراحل الأولى من عمر الطفل إلا إن كل المجهود المشكور ده لا يقارن فعلا لا من قريب ولا من بعيد بالمجهود الخرافي اللي بيبزلوا الأمهات مع أطفالهم عشان كده أنا وجهت الكلام أو بواجه كلام للأمهات وعشان كده أنا بقول لكل أم دلوقتي لما طفلك يمر بنوبة مزاج عصبية إحنا اتفقنا بقى خلاص إنه يعني هي اختصارا نوبات المزاج العصبية دي نحفظها نحفظ المسمة ده مش نوبات الغضب مش نوبات العند مش نوبات السريح نوبات المزاج العصبية وده الترمينولوجي أو ده المصطلح الطبي اللي بيستخدم في وصف هذه الحالة لما تحصل نوبات المزاج العصبية دي عند طفلك ما تعوضيش تسألي نفسك في تقنيب طبعا يا ترى إيه الغلطة اللي أنا عملتها في تربية وتنشئة طفلي مثلا السؤال ده ملوش أساس من الصحة أو بمعنى أوضح الحالة اللي بيمر بيها طفلك دلوقتي ملهاش جزور ملهاش جزور يعني هي مش شخصيته كده يعني مش هيطلع طفل عصبي أو قليل الأدب أو مش متربي خالص لأن النوبات العصبية دي مش بتدل في العادة على اضطرابات فعالية عند الطفل ولا بتعكس ملامح من ضعف أو سوء شخصيته مثلا كل الأوهام والتصورات دي خطأ إنما الحقيقة بقى هي أولا أنك كأم غير مسؤولة عن هذا السلوك شفتوا بقى المفاجأة دي أنت غير مسؤولة ثانيا أن كل الأطفال في العالم تقريبا بيمروا بفترات من النوع ده وتحديدا بين عمر السنة التانية والسنة التالتة وإذا أحسننا التصرف كأمهات وكأباء طبعا في المواقف دي لما تحصل يعني فهذه النوبات المزاجية العصبية بتقل من حيث الحدة أو التكرار في عمر أربع سنين أو خمس سنين طيب نرجع بقى لأصل الحكاية وتفسيرها عشان نقدر يعني مع بعض نوصل لمرحلة الوقاية والحلول زي ما متعودين دايما في أي موضوع في الوقت اللي بتكون فيه مشغولة بوضع قواعد وأنظمة علشان تنسقي حياة طفلك يعمل إيه وما يعملش إيه يروح فين وما يروحش فين جوة البيت يعني يمسك إيه وما يمسكش إيه قواعد أنت مشغولة بتحطي له نظام طفلك برضو بيكون مشغول في الوقت ده بس مشغول بحاجات تانية مشغول في تطوره ومحطات نموه العقلي والجسدي والإنفعالي مشغول كمان بتحفيز قدراته ومعرفة حدودها ومشغول كمان بمحاولة السيطرة على تصرفاته ورغباته علشان كده مفيش مفر من حدوث تصادم بينك وبين الطفل من وقت للتاني طيب أول بوادر الصدام ده امتى؟ أول بوادر الصدام ده بيحصل في نهاية السنة الأولى في نهاية عامه الأول واللي بيكون في صورة رفضه لبعض الحاجات اللي بتطلبيها منه طفل بيرفض الرفض ده مش بس بيكون في صورة انه يهز راسه بعلامة لأة مثلا أطفال ممكن ما تعرفش الحكاية دي حتى يعني ما يكونوا تموا سنة ما يعرفوش يعمله كده ما يعرفوش ان دي معناها لأ عمال الرفض بيكون ايه؟ ممكن طفل يعبر عن رفضه اللي بتقوليه في شكل تجاهل طلبك يعني تقوليله مثلا ايه؟ ما تروحش ناحية الحاجة الفلانية ولا كأنك قلت حاجة هو رفض يعني دي طريقته في إبداء الرفض يبقى انه يتجاهل طلبك او كلامك من الأساس ده شكل من أشكال الرفض او انه يقول لأ وزي ما أنا قلت زي مثلا ما تروحش ناحية الشيء ده ده أشهر مثلا عشان حضراتكم تفهموه فتلاقوه يبصلك كده مثلا ويكمل زحف او الحركة يعني اذا كان ابتدأ يتحرك وما تسند كده على الكرسي ولا حاجة ولا كأنك قلت حاجة ناحية يعني بيروح ناحية الشيء ده عادي جدا وكأنه ما سمعش طبعا مع مرور الوقت ممكن الطفل يصاعد شكل احتجاجاته فتاخد بقى أشكال مختلفة غير التجاهل ممكن يعمل ايه؟ يسرخ او يرمي نفسه على الأرض او يتقلب على الأرض او يجز على سنانه او يشوت حاجة قدامه بإيده او برجله او لو مثلا في بقى تتينة ولا حاجة يروح يرميها وغير كده من التصرفات ومع تأكيدي الكامل انا بأكده هو على صعوبة انكم تتحملوا التصرفات دي وانكم تحفظوا على هدوء أعصابكم الى اني لازم اقول لكم برضو ان تصرفات الأطفال بالطريقة دي وهم في العمر ده تصرفات طبيعية من وجهة نظرهم لان ده هو الأسلوب الطبيعي بالنسبة لهم للتعامل مع النزاعات في العمر ده انا عايزكم تبصوا للموضوع من الزاوية دي الزاوية اللي انا هقولها دي طفلك في العمر ده اللي قلنا من بعد ما يتم عامل اول بيكون متمحور حوالين نفسه يعني شايف نفسه مركز الكون أولوياته هي نفسه وكل الأطفال كده على فكرة يعني ما نقولش بقى ده أناني ده لا 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 ده مش مقدر ان انا لسه من الضفة ده مش مقدر ان انا لسه كنت بقى لعبه ولا حاجة أخرى هو شايف نفسه مركز الكون مش طفل حضرتك بس ده احنا بنقول كل الأطفال أهم حاجة عنده ايه نفسه ورغباته وتطوير قدراته وإذا صادف انه هو في الطريق لتحقيق الأهداف دي عمل حاجة حلوة بالنسبة لكم أو خلتكم مبسوطين فده مكسب إضافي لكنه بالنسبة للطفل مش المكسب الحقيقي يعني يا فوق البيعة كده انتوا اتبسطتوا باللي انا عملته ده تمام اتبسطتوا لما انا روحت من هنا الهنا اتبسطتوا لما انا عرفت أطول حاجة وامسكها اتبسطتوا لما انا مثلا لعبة لها غطفة اتبسطتوا لما انا فكيت الغطف من اللعبة حلوة قوي بس ده مش الهدف بالنسبة له ده يعني زي ما انتوا بتقولوا اتبسطتوا قلتوا برافو بتاع حلو هو اتبسط بس مش ده الهدف بالنسبة له مش ده التارجت يعني والدليل على كده انه رغبته في الاستقلال عنك كأم وعنك طبعا كأب بتزيد بمعدل أكبر يعني بمعدل أكبر بكتير من معرفته بقدراته الحقيقية